هنعمل كوكتير الفواكه المنعش واللزيز جدا هنبتدي اول حاجة بتحضير العصير هنحط الفراولة وعليها السكر وعليها هنضيف المية ونضربهم كويس في الخلاط كده جاهزنا عصير الفراولة نبتدي نجهز عصير المنجة هنحط المنجة وعليها المية وعليها السكر وحنضربهم وكده برضو جهزنا عصير المنجة نجيب بقى الكاس اللي هنقدم فيه ونحط الرمان وفوقي العنب وفوقي قطع من المشمش وعليهم من فوق هنحط الموز قطع من الموز طبعا المقادير بالزبط هسيبها لكم تحت الفيديو وهنحط دلوقتي بقى عصير المنجة اللي حضرناه وفوقي هنحط عصير الفراولة واخر حاجة هنحط بولت ايس كريم وهنزين بقى بقطع من السويس رول وكمان الكرز ونستمتع بقى بالطعم الجميل وقال فهنا علينا وعلى كل اللي هيجربه هنعمل روز نسكة فيه زي الكافيهات بالزبط كل اللي هنحتاجه هنجيب نسكة فيه كلاسيك اللي هو الريد مج وهنحط منه معلقتين انا حطيت معلقتين لان المج بتاعي كبير بعد ما حطيت المعلقتين من النسكة فيه هضيف المية طبعا لو انتوا عايزين تديفوا سكر دفوه انا بعمله من غير سكر هضيف معلقتين من المية واضرابه كويس لغاية ما يكون الرغوة بتاعتي فتحة كده بقى جاهز هضيف بقى اللبن الحليب وهيكون عليه نقطتين من اللون الاحمر عشان يديني اللون الروز وكده بقى جاهز معايا هضيف عليه بقى من فوق ورد محمدي الزغير اللي هو الروز الزغير ده وحزين به وكده يكون النسكة فيه روز بتاعنا جاهز لازم تجربوه بيكون شكله كيوت اوي وطعمه لذيذ جدا ونستمتع بقى بجول كافيه في البيت وبالفة هنا وشفا علينا وعلى كل اللي هيجربو هنعمل نهاردة دونات التفاح اول حاجة هنبتدي بتحضير الشوكولاتة الخام اللي سألتوني عليها كتير انا بحط الشوكولاتة في طباق اللي هي الرخام وببتدي احط عليها بس الزيت وبحطه على حمام مائي اول ما تسيح معايا زي ما انتوا شايفين بقلبها بسرعة جدا عشان تديني القوام الناعم اللي احنا شايفينه في الفيديو ده زي ما شفته كده عملت في الشوكولاتة الدارك وبعدين عملت دلوقتي في الشوكولاتة البيضة نفس التقليب السريع عشان تديني القوام الناعم بعد ما سيحت الشوكولاتة بكل سهولة زي ما انتوا شايفين هبتدي بقى اجيب شرايح من التفاح انا مفرغوها من نص بالمقورة على شكل دوناتس وهحطها في الشوكولاتة البني وحبتدي اطلعها على سلك عشان تصفي الشوكولاتة الزيادة وبعدين هعمل لها من فوق خطوط من الشوكولاتة البيضة ممكن نحط لها الستيكس البلاستيك وندخلها بقى التلاجة لغاية ما تجمد جربوها في المناسبات بجد لذيذة جدا